تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل عن التعليم الجامعي والتكنولوجية وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشاتها لأهم القضايا التي تهم الشرع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطنية ومن المحاور التي تناقشها الورشة اللي تسد الفجوة بين احتياجات السوق العمل والمناهج التعليمية وأزمة مكاتب التنسيق في تحديد مصير الطالب الجامعية وكيف ينعكس ذلك في جودة الخريجين من الجامعات بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن العمل عليها لتحسين ترتيب الجامعات المصرية وآليات تحسين السياحة التعليمية في مصر ودعم التعليم التكنولوجيا